منذ ثلاثة اعوام تشهد الحالة السياسية في البلد جمودا تاما تقول الاحزاب ان ذلك هو الطبيعي على اعتبار انه لا ارض للسياسة الان بعد ان جرفتها الميليشيا فيما يقول منتقد هذا الوضع ان حالة الجمود السياسية التي ترافق الحرب تبدو في جزء منها مرتبطة بشكل او باخر بعجز الاحزاب او بحساباتها التي تداخلت وتشابكت مع حسابات الاقليم وازماته لتشكل سدا منيعا امام اي تقدم ينهي الازمة اليمنية ومن هذا المنطرق نؤكد ان المجلس الانتغالي الجنوبي وعلى الرغم من استمرار حالة الجمود السياسي والصراع الخفي حينا والمكشوف احيانا اخرى بين الاحزاب طوال العام 2017 الا انه مع اقتراب العام من نهايته كانت الساحة السياسية على موعد مع متغيرين يعتقد انهما سيشكلان المشهد السياسي خلال العام المقبل كانت البداية من صنعاء انفرط عقد تحالف الانقلاب المكون من حزب المؤتمر ومليشي الحوثي او هكذا يفترض بعد الحرب السريعة التي خاضها الحليفان وانتهت بمقتل الرئيس المخلوع وعدد من مساعده وقيادة حزبه هذه الخطوة لم تنقل المؤتمر الى صف الشرعية كما كان متوقعا ولكنها تركته في مفترق طريق تتنازعه اتجاهات شتى بين مؤتمر الحوثي الذي لا يزال قائما في صنعاء ومؤتمر الشرعية وبين طريق ثالث ربما تأخذه الامارات بعيدا ليكون اداتها للعمل من خارج اطار السلطة الشرعية في المحافظات الشمالية كما فعلت مع المجلس الانتقالي جنوبا اما المتغير الثاني فهو اللقاء الاول بين قيادات حزب الاصلاح وقيادة دولتي السعودية والامارات وعلى الرغم من انه لم يرشح الكثير عن اللقاء الا ان البعض رأى ان من شأن هذا اللقاء اصلاح العلاقة بين اكبر احزاب السلطة الشرعية وبين قيادة التحالف وخصوصا الامارات وهي العلاقة التي بقيت تؤثر بشكل سلبي على المشهد اليمني طوال الاعوام الماضية يرى مراقبون في هذا اللقاء اشارة الى تسليم الامارات بالعمل مع الاصلاح بعد خسارة الرئيس المخلوع وعدم نضوج خيارات ما بعد رحيله فيما يبقى هناك خيار اخر محتمل وهو ان هذا اللقاء يأتي في سياق دفع الاصلاح للتقارب مع مشروع الامارات المعتمد اساسا على حزب المؤتمر وعلى الرغم من اهمية المتغيرين وما سيترتب عليهم الا ان تعقيدات المشهد وتشابك الوضع القائم سيجعلان من اي نتائج محتملة لهما غير قابلة للتنفيذ ما لم يكون محكمين بخيارات المرحلة وهي خيارات دفع ثمنها اليمنيون الكثير طوال الاعوام الستة الماضية اشتركوا في القناة